عقد مكتب المجلس الأمة اليوم اجتماعه برئاسة رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم وحضور أعضاء المكتب لمناقشة سير الجلسات المقبلة وجدول أعمالها وقال أمين سر مجلس الأمة أن أبو الدكتور عودة لرويعي في تصريح صحفي عقب الاجتماع إن مكتب المجلس ناقش عددا من القضايا الخاصة بجدول أعمال الجلسات المقبلة والأمور المتعلقة بسير الجلسات وضف رويعين مكتب المجلس بحث مع رئيس لجنة الأولويات البرلمانية النائب أحمد الفضل القوانين المتفق عليها والتكلفات السابقة بحيث يكون سير الجلسة بشكل مأمول لإنجاز تشريعات المطلوبة